اشتركوا في القناة والمجلس التعاون الذي استضافته دولة الإمارات الشقيقة كان حافلاً بعدة قرارات مميزة واستراتيجية تهدف لترسيخ علاقات خيرة ومثبرة مع عدد من الاتحادات البرلمانية ومن ضمنها الاتحاد البرلماني الأوروبي وقد استهل البيان بالترحيب والإشادة بدعوة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله خلال رئاسته للقمة العربية الثالثة والثلاثين التي استضافتها مملكة البحرين بدعوة ورعاية من لدن جلالته في مارس الماضي ودعا فيها لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين وقد كانت جميع مخرجات هذا الاجتماع نابعة من حكمة وتوجيهات أصحاب الجلالة والسموب وهذا دول مجلس التعاون الخليجي وهي بلا شك تلبي تطلعات شعوب دول المجلس نعم من أبوظبي سعادة سيد عبدالله علي النعيم عضو مجلس الشورى شكرا جزيلا لك